موسيقى يا عزيز عربناك 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 شبنا فنك بالملاع عشنوية في المصاع شبنا فنك بالملاع عشنوية في المصاع بالفعل حقيقه لعن ما تساوي ما تساوي في ورها قتساوي غالي الثمن عرفناك يا عزيز يا بعهود أسمر يصول وطول داخل الملعب وداخل المستطيل الأخضر لقب بوزير التمويل الكروي هجماته بارعة ولمساته فن وتوصيله للكرة من خط النص للهجوم في أحلى كرة وفي أحلى فن بعد منه عبد العزيز حسن النجم المعتزل كان الرابط بين خط النص والهجوم وكان الرابط لأي هجوم ولاحب لاحب شاهدت الملاعب لكن الحقيقة إذا أطلقنا عليه وزير التمويل الكروي فهذا قليل عليه ترجمة نانسي قنقر 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 لوداك يا نام معاد الوداع يا فلق عم معاد الهواء نعم 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 ذكي عزيز في ذاكرة نعم 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 بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة اعتزال لاحب عبد العزيز حسن أحب أتكلم عن إصابة لاعبنا الكبير وأشرح فيها تطور إصابتها وودايتها واللي صار الحقيقة عبد العزيز حسن أصيب في الممارات التجربية مع منتخب الكويت ومنتخب الدنمارك وفي هذه اللعبة الحقيقة أصيب إصابة قوية جدا في الركبة كان نتيجتها أنه صار عنده قط في الرباط الصليبي وقطع أيضا في الرباط الجانبي الوحشي للركبة وعلى أثر هذه الإصابة طبعا تم أعرض لاحب عبد العزيز على بروفسور أنزرغ في ألمانيا بروفسور أنزرغ في ألمانيا صراحة أخذ طريقة في حمية الجراحة عمالته بأن عمل عبد العزيز حسن الرباط الجانبي الوحشي وما سوا عملية حق الرباط الصليبي على أمل أنه فيه إمكانية أنها ترجع لإصابة ترجع يلعب عزيز حسن من خير الحاجة إلى الرباط الصليبي وبنفعل عاد عبد العزيز حسن عندنا وبدأنا عملية تأهيلة كاملة على حسب البرنامج اللي حطناه مع دكتور الروفسور أنزرغ واتخذت تقريبا معانا خمس شهور في بدايتها بعد الجمس وبعدين خذنا أيضا حوالي ست شهور تأهيلية له وتمت إزالة البراغي اللي كانوا حاطينها بركبته حق الرباط الجانبي وبعد شلنا البراغي منه رجع مرة ثانية وقصونا له عملية تأهيل جديدة حق الركبة الحقيقة وبعدين في بدايات في بدايات ثمانية وثمانين تسعة وثمانين بداينا أن نزلنا عبد العزيز حسن في مباراة تجربية أول مباراة تجربية نزلها بعد الإصابة كانت مع مباراة مع نادي الوصل في نادي القادسية ولعب تب مدة عشر دقائق قدمه أكثر من شديد واتبعنينا عليه الحقيقة وكان عندنا أمل إن شاء الله أنه يتكمل لكن اللي حصل في أثناء التمريم مع النادي أصيب إصابة خفيفة جدا ما توقعناها أنها تكون متطورة وفي هذه الأثناء ضمون المنتخب وكانت ركبة الحقيقة ما ثبتت تماما فأعيد فحص على البروفيسور أزرق اللي أصر في هذه الساعة أنه لازم تعمل الرباط الصلي بمرة ثانية وطبعا الدخول من عملية إلى عملية الحقيقة كان متعب جدا للرقبة والعضلات اللاعب والعضلات عبد العزيز حسن بالذات فسونا العملية الثانية الحقيقة في سلح في سنة ثمانية ثمانين مع البروفيسور تريكي في الكويت وبعد سنة ثمانية ثمانية بدأنا نستعد عبد العزيز حسن مرة ثانية نعيد كل اللي بيننا مرة ثانية طبعا فترة الجبس كانت طويلة وفترة الإعداد أيضا كانت طويلة واللي طبعا محتاجة كانت منه إذا كان في الأول محتاجة لعشرين وثلاثين في المئة صبر كانت محتاجة منه مئة من المئة صبر والحقيقة عشنا أيام ومعانات وتعب يعني ما يقدر يعرفها الإنسان اللي شاهد عبد العزيز حسن من ورد تلفزيون ولا يعرفها اللاعب اللي شوف عبد العزيز حسن معاه في الملعب لأن هذه الأمور ما يعرفها إلا اللي عاش مع عبد العزيز حسن هنا الإعداد له والتعب اللي تعبه عبد العزيز حسن الحقيقة يعني مجهود لا يستحملها أي إنسان عادي يعني أي إنسان عادي كان ممكن يمنه ويتعب لكن الصبر والإصرار على أنه يرجع للملعب كان عبد العزيز حسن الحقيقة قدهة ومثال يعني أنا لا زال حتى اليوم في علاج أي لاعب اللي بتدير حسن نايمل دائما نذكره عبد العزيز حسن والصبر لصبر عبد العزيز حسن من خلال فترة المعونات اللي عاشها لأنه ممكن اللاعب عندنا يقدر يستحمل وممكن يصبر سنتين وثلاث وعملية وعقوبها سنتين أيضا تأهيل وإعداد ومدرجات وبحر وكان تمرير شاقة الحقيقة على عبد العزيز حسن إحنا اللي كنا نعده كان متعب لنا فما بالك الإنسان اللي هو يسويه طبعا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه أعطاه حبلاء عبنا الكبير اللي هو الصبر والإصرار لأنه يرجع عشان جمهوره وعشان الناس اللي يتحبه كله بعد هذه بدأنا في 88-89 نعد الفترة الحرجة الحقيقة اللي كانت فيها كل التكثيف لأنه خلاص طبعا نين إن شاء الله أن العملية نجحت وكل شيء صار مضبوط وبدأنا نشتغل وياه في هذه الفترة في نهاية 89-90 بدأنا نعدى حق الملح فبدأنا نعاد بالتمرين اللي هو أصعب مرحلة له اللي هو صعود المدرجات ونزوله إلى الركض على البحر وتمرين كرة في بدايات التسعين في بدايات التسعين أيضا ذهزنا حق نحاول نشركها في مكمبريات كاس الأمير ولكن طبعا الظروف النادي وظروف حدل عز حسن ما شارك فيها طبعا كانت الإصابة بعدها ما اكتملت 100% اللي احنا نبيه فما شارك الحقيقة في سنة التسعين إنما في بداية الموسم طبعا بعد الكاس الأمير طبعا حدث اللي حدث من عدوان غاشم على بلدنا الحبيبة وانقطعنا عن الأرض وبتعدنا يعني عزيزي بتعد عن الملاعب وإحنا بتعدنا أيضا عن أرضنا الحبيبة ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عادت لنا بلدنا في 91 وبدأنا بفترة العداد عز حسن مرة ثانية تغريبا بدأنا بشهر ثمانية وبشهر داعش واثنعش كان عبد العزيز حسن تغريبا الشيء مجاهز للعودة للملاعب وفعلا في بداية العداد للفريق شاركنا في قطر ولعب في برامع نادي قطر هناك ومن ثم لعب عبد العز حسن في الدوري بالكويت ولعب أعتقد أربع أو خمس مبرايات إلا أن حقيقة قرار الاعتزال اللي هو التأخذ هو قرار راجع له ولو أننا يحز علينا وفي نفسنا أنه يرجع أنه يبتعد عن ملاعبنا هذه لكن نقولها طبعا الله يوفقه في كل مكان يكون فيه لكن الحقيقة لا أبد من كلمة تذكر إذا كان هناك من يريد أن يصل إلى مستوى يغاضي جيد ويصبر ويستعد يتحمل فلازم أن يكون عبد العز حسن هو المثل على له شكرا عزيز أيضا نقولون أنك دائما لاعبين بشد فائلة اللعب شعيد في دورة الخليج السابعة لاعب القطري حدة فنيفته بالأكد أول شي أعتقد شدة الفنيلة كانت اللاعب القطري أهوة شد فنيتي بالدورة السابعة أنا أقول شي مو أنت لا أهوة والدورة الثامنة الثامنة لاعب السعودي حجمت هجمه ولا شد نفسي مفراد طبعا لعبتها ما أبلو شي ولعبها لي مفراد هما وعيت اللي أنا والقول كنت خلاص بكم أهوة فنيلتك هيرا فنيلتك وطيح أهوة عبد الرحمن الرومي حتقدها الليلة وانطرد عليها هاتفت طيب حسن اللعب على طول حصها عديد حص عديد حص عديد انذار انذار رح ياخذ انذار عزيز حسن كان ممكن ينفرد بالجور الثاني لكن بالشدة ها شنو باطرت احمر ولا اصفر اصفر ولا احمر لان منفرد اوه اوه كارت احمر لان منفرد في المرمى منفرد في المرمى وفاوة المتعمد ثلاثة عبد الرحمن الرومي عبد الرحمن الرومي انفرد عيس حسن في المرمى شو منك سجل هدف طبعا خطأ مثل هذي سجل منه هدف يطرج خارج الملعب اهودو طرف فيه الدورة شوف 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 طبعا جرب لأسل دلول عزيز لون المدنة بخيطان هام اصبح من سابقة صاحبه ماريضيت شوت البلنتن ليش تخاف اني والله ما هو موكوف ع Mallah التي حصل اليوم في المدنة بخيطان شي غير طبيعي المباراة كانت من البداية مباراة قوية محضر يعني مباراة غير طبيعية هجبهنية وهجبهنية وهما يقولون احنا نقول ورد نقول حدف الفوز لاخير ثانية احنا صار خطأ ننظام للمباراة احنا صار خطأ يعني غير طبيعي كلفنا شي ثانية احنا سحارة بالانتيات وصلنا الاضافي ايه خطأنا الاضافي بس احنا خلاص احنا بعزبة القول اللي داشح علينا خير الموازين كلها فلعبنا الاضافي خلصنا الاضافي فصارت بالانتيات طبعا انا لواني مسجل من الخمسة طبعا اللي شو طول في الاول ايه لواني مسجل زعت اللابجين طبعا ان شاء الله مايند الدور لا والله بعدت حلقهم هاد خلاصة خالصة ان شاء الله خمسة هادة فقطيت بكرامة اللابجين وانطر بس ايه شفت عادل صارت النتيجة فصار حين على كل واحد واحد حين فيصل الدخيل قوم شوت انت قوم شوت لان حتى الان انا مات بشوت مرفز بس ايه ايه مادري اجدحت مع الربع الملعب واشلون وهذا صارت كرة ثانية فهو يبيني اني اكون اشوت عشان اعطيه مثل ما تقول دافع اللاعب دافع اللاعب 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 فهو الاغرة فانا وقتها ما كنت عالي فانطر الوقت اللي ارتاح فيه على اساس ممكن اشوه ايه الطبعا من الملعب ترتاح يمكن اللي رايح يضييب ما كون فبالعكس حانا ايه طبعا احن الشوتقى قوان لحنا وما راح اشوتو القوان قال اشوف الباسلاب تشينك كامتان ايه مادخيل طبعا ايه طبعا انا على الطول حطيت هزين ايه طبعا ايه طبعا لا تقول شوتها بمرة اثنانة طيب عزيز انت مهراتك عالية تراظق زين تمرزين تباصي زين وادفرانة باصط لمواند الحدد في كحس الخليج السادسة في الإمارات على السعودية هدف فيه منه جميل حتى يمكن أنا أقول لو كنت أنا أعلق للأسف إنه مرتدي المبارات الموجود بس عزيز كان عنده أربع عيون لأنه شاف اللاعب أعطار كرام غير ما أشوفه أحمد الصغير عبدالعزيز حسن معاه يقطف منه ماشي طويلة حلوة لم ييد الحدد هو القول الله يا مؤيد القول قول 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 الله يا مؤيد الحدد الله يا مؤيد الحدد يا ذكي مؤيد الحدد لحظة خروج الحارس حط اللعبة من فوق خالد الدوسري مسجل هدف الكويت في الدقيقة أربعة واربعين وقت حرد جدا وهدف حلو جدا لكويت واحد السعودية لا شيء ولعبة حلوة من عبدالعزيز حسن إلى مؤيد الحدد اللي كملها أيضا أحلى داخل المرمى من فوق الحارس بسم الله الرحمن الرحيم عبدالعزيز حسن اسم لمع في مجال كرة الغدم وخاصة في نادي القادسية والمنتخب الوطني اسم قدم ما استطاع من جهد باسم الكرة الكويتية محليا ودوليا شارك زملائه وأخوانه في انتصارات مختلفة وعمل على رفع علم الكويت في محافل مختلفة هذا الشاب لسوء الحظ لم يستطع أن يستمر في مجال كرة الغدم بسبب الإصابات المتكررة ورغم قصر فترة عطائه إلا أنها كانت زاهرة وكثيرة التضحيات هذا الشاب عشرته كلاعب من غريب وكان من بداية نشأته الكثير يتوقع له النجومية ويتوقع من خلال مهارته أن يقدب باسم كرة الغدم الكويتية الكثير الكثير وبالفعل تحقق ما توقعه الكثير واستطاع أن يبرز وأن يضع لمساته وبصماته على الفريق مع أخوانه وزملائه ولكن بسبب الإصابة ابتعد وكان لإصراره وتضحياته وأخلاصه وحبه لبلده ولعبة كرة الغدم السبيل بأن يعالج نفسه من إصابه في فترة طويلة وأن يعود إلى الملاعب ليقدم لنا كرة جميلة في موسم استثنائي كان على الكل أن يشارك فيه وكان عبدالعزيز حسن أحد هؤلاء المشكلة في يوم اعتزاله نقول له شكراً عبدالعزيز تمنى لك التوفيق وأن تمنى لك الحياة الرياضية المستقبلية الكثير الكثير من الازدهار والتوفيق إن شاء الله وأن تكون زميلاً لنا كما كنت زميلاً لنا في ملاعب كرة الغدم أن تكون زميلاً لنا في مجالات الإدارية والفنية وتمنى من الجماهير الرياضية أن تكرم هذا اللاعب التي صفقت له كثير كثير هي مناسبات ومباريات مختلفة تمنى التوفيق الله يوفقك وإن شاء الله بالخير على درب الرياضة إن شاء الله شكراً لكم فبس التسديد عندك لك عليه شوية شرائك طبعاً كل لعب لا ميزة معروف أنت لك اللاعب لا ميزة يؤديها بالملعب أنا شوت غيري أنا باصي ضعكي شوت ضعكي قوي فأنا أعتقد الشيء يكون محملة منصول ما تقول صقل من الصغر يعني يكون فيه تدريب شيء على التسديد القوي على التركيز فيمكن أنا من اللعبين ما صقلت بالنسبة للتسديد ولكن ما يمنعنا لمن تشين الكورية ما سددها سددها لك إن ممكن يبين علي إن ممكن لك تمتاز في إنك إنت المرات هذي عندك أفضل من الأخرى طبعاً وممكن يعني أهيي حق نفسي أشوت ما أشوت لأن أنا أحس إن لو أشوتها يايي بعد ما أشوت بضيع على كل ما أكو فإذا إنت لمن تلعب مرات جونك فيصل الدخيل وتلعب المنتخب فتحي والعنبيروس ومؤيد وغيره وبلوشي موجود وين تحتاج تشوت؟ أعطى باسه وقلع وبلوشي ما أخذها كرم كرم ينقلها إلى عزيز أيز ترى معاه أيز عسن بالعابة أيز عسن وراجعت إلى يمين كورو 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 بوشي كورو بوخي 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 فتحي من جلس زوجي عزيز غني على التأريف من اللاعبين الكبار طبعا خدم كويت في بطلات كثيرة عاطل كثير طبعا لمستوى النادي بعيد فلو كان بالعربي طبعاً لعطى قوة كبيرة نادي العربي وأنا طبعاً عشرة عزيز في المنتخف لعبت معه في نفس المركز كان سرعت تفاهم مع أي شخص كان معه لعبت معه يعني أعطاني أكثر من باس مثل ما يقول باس قاتل يعطيكيها على طول بسرعة يعني تخلص فيه مثل ما يقول للهدف على طول طبعاً عزيز مع الأسف وحزب النفس أنه أصيب وهالإصابة هذه أبعدت عن الملاعب وطبعاً الكويت أخسرت لاعب شبير وما أعتقد أن الملاعب رح تنتج مثله أو تعطي لاعب بمستوى فهو ضح الكثير بوقته وبجهده لخدمة الكويت وطبعاً هو يعني من اللاعبين الجيدين خلقاً ومعه ربعة كان مطلنا تقول يعتبر كأخ مع الجميع محبوب من قبل الجميع طبعاً بعد في سالفة لما نحن نلعب مع الغادسية طبعاً المدرب يركز على عزيز حسن هو أكثر لاعب يعني يركز عليه مثل ما يقول راغبوا اللاعب عزيز ترى هذا لاعب زين كراته مثل ما تقول قاتله فكان تركيزنا أكثر شيء يعني بالنسبة لي يعني موقعي بالنص كان أراقب مثل ما تقول عزيز على أساس لا تطلع من الكرة من ريلا إلى الهجوم فكنت يعني ما تقول عيني عليه و بس نفس الوقت ما أكون يعني غوي عليه أن أضايقه أو أن أخشن عليه لا بالأكس لا أطالع الكرة وين من الأساس ما أطلع من ريلا وبعدين الله يوفجه إن شاء الله حياته الثانية إن شاء الله ما يبعد من المجال الرياضة وأنه يستمر في الرياضة مثل ما أعطي كلاعب إن شاء الله يعطي بالتدريب أو الإشراف أو في أي جهة من مجالات الرياضة والله يوفجه إن شاء الله لا يسول وليد مشوي شورا مع معدigh surely بعل عبد عيد حسنrik mikado ทئست بطلع بلوشي من عبد الله بلوشي شورا معه بلوشيเดوشي بطول وا. بلوشي من کرر كمالك المتignant دمان 9 به حوالي كراثين يردك بس بينا بينات الله لعن الإصابة الإصابة قعد أداء اللائبين وفي الإصابة هذه منعتك عن الملائب والإصابة وخرتك بشكل مبشر يعني لكن ما كملت مشوار الطريق بالشهرة وعلى المنتخب لكن أيضا نديت الواجب اللي عليك الإصابة بالضبط اللي كانت معاك متى بدأت تاريخها بالضبط؟ الله بدأت تاريخها طبعاً تاريخ ما ينسي تاريخ أربعة اثنين سبعة وثمانين أثنات عداد المنتخب حق التصفيات سي اول يعني مبارات تجربية في اول مبارات تجربية ايه؟ أنا نصبت فياني شين الصبرات وين في؟ بركبة؟ نصابة كانت بركبة طبعاً ايه؟ اشتركت مع الععب وضحت مع المشاركة طبعاً لعب هذا وشلايت على ريلي وطبعاً سويت عمليات لي؟ سويت عمليات ايه طبعاً اول عمليات سويتها بالرباط الجانبي واتضح انه فيني بعد طبعاً اعطى بالرباط والصليبي بعد طبعاً اصابتين بالركبة عمي كم استغرقت معاك لاصابة مني؟ سبعة وثمانين؟ ملعب ملعب خمس سنين خمس سنين؟ وشاركت اول لعبة بعد نفس التاريخ بس بخمس سنواتين؟ ايه نعم ايه ثاني يوم من لعبت وصبت عليها؟ لا لعبت لعبت الدوري هالا اللي طاف لعبت في اول لعبة يعني لي يعني بود نادي خيطان ونفس الملعب اللي نصوت فيها اعتقد نادي كاولاً ما تحس انك انت الان دام طبت منصابة بسرعة بتحاول ان تتوخر على الملعب فيها الصفرة والزرقة انا كنت مهيئ نفسي بيني بانك ايه مهيئ نفسي يعني من اول ما نصبت ايه وبعد ما نصبت اول عملية عملتها ورديت مرة ثانية وقالوا لي تحتاج عملية فسنة وهم بعد سنة ونص يعني انا حسيت ان فيها بس طبعاً الواحد يكون عندي امل شبه خلاص قررت الان الحين اتغررت بس بحضن البركة فيك نتحدث اليوم باذن الله تعالى عن نجم كروي سطع نجمه وترك الملعب بسبب الاصابة كثير من الامور الهامة في حياتنا الشخصية تطوى مع التقادم وتندثر مع صفحات الماضي ولكن هناك صفحات تبقى مهما مر عليها الوقت لانها ذات اهمية كبرى وتأثير كبير في حياتنا وطالما ان النجم عبدالعزيز حسن قد ابتعد عن الملعب منذ فترة طويلة وبتحديد عام سبع ثمانين بسبب الاصابة اللعينة فلازال هذا اللاعب بسبب مواهبة وامكانياته في الذاكرة ولم ينسى وهذا البقاء في الذاكرة دليل على ان النجم كان نجما فعلا صاحب مواهب كروية فذة على الساحة وعلى المستطيل الاخضر وله بصمات واضحة لم ولن تنسى عبدالعزيز حسن لاعب خط الوسط لاعب مميز وصانع العاب ماهر ترك الملاعب بسبب الاصابة ويمكن ان نطلق عليه لقب وزير التنوين وفق الله عبدالعزيز حسن في حياته ونتمنى له حياة سعيدة ومضفرة بإذن الله سواء كان في الرياضة او بعد عن الرياضة وشكرا توصل الى ميسر طهيم للصالح صاحب العبدالعزيز حسن مهيد الحداد طول خطره والحداد معه لعب على طرقه الهدف الثالث الغدسية مهيد مهيد الحداد مهيد الحداد يضيف ايضا مؤيد الحداد فرا منقوله على طول من نص الملعب من الصالح الى عبدالعزيز حسن لميسر ابراهيم مهيد الحداد حما غالب انت انت في الربعك اللاعبين وغير اللاعبين انت فنان راي عود تغني اه مهيد مهيد اه 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 ودي بسوتي محنو واحد راي بار واللي في رايقانة صباحة طبعا الواحد يعني من قطع البار ما بر يدندن فهيدندن الخفيف يعني أنا من بر لي بر من عطلة لعطلة بس ولا جسر عود والمغالب مغالب لا والله ما اعترف ذكر المغالب ده ما تدفع الرب اللعب مغالب محروف فيها ده انا سوي نعم تصير لي يو لي يو يسوون فينا زوايا فيهم بس ما اذكر علي مغالب بطبوب تحني مو محاضرة كم نشوه على بال يعني راشد الى عبدالعزيز حاسن قطية بالنص عبدالعزيز وكرة معاه الى فيصل الدخيل فيصل بشوت حاول تاين راية لعبدالعزيز لمحمد ابراهيم خطره حجمة حلوة منظمة للغتية فيصل الدخيل الى عبدالعزيز لمحمد ابراهيم محمد ابراهيم يسجل الهدف الاول لصالح القدسية في الدقيقة اربعة هذي عادة هذي عادة هذي فيصل لما يحاول وهيئة وعدة ويصلى حناحة عبدالعزيز وعبدالعزيز لمحمد ابراهيم يعدي من خلد عبدالرضى محمد ابراهيم وفي الدقيقة اربعة عشر يتكر ارضية على يمين بسم الله الرحمن الرحيم يحز بنفسنا انه يعتزل لاعب اللاعبين البارزين في دولتنا الكويت وهو الاخ عبدالعز حسن عبدالعز حسن كان من افضل لاعبين اللي ملو خط النص من خلال مباريات خاضة مع المنتخب ومع داد القادسية عبدالعز حسن ما راح تنجب من ملاعب لاعب مثل عبدالعز حسن لانه كان لاعب موهوب ولاعب حساس خلى الجمهور يحترمه ويشجعه من خلال ما وصل له من مستوه اللي اهلا انه يمثل منتخب الكويت لو بقينا نتكلم عن عبدالعزيز فيه كلام مايد بس مع الاسف يعني اللي اصابة اللي اصابت 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 ريوله اللي من خلال تمرين حصل في المنتخب كانت اصابتي نفس اصابتي بنفس الوقت اللي انصبنا انا معاه كانت امريدنا تعمل العملية اللي ااااا اقوبها اكلمته و قلت له لا لا تحاول انك تعمل عملية يا انا العملية هي اللي راح تنهي اللاعب فمع الاسف انه ما طاعني وانا ما عملت العملية كانت المفروضة اعمل عملية وما عملتها ورديت لعبت عقوبها تقريبا بشهر ونص فهو مع الاسف انه فقدت الملاعب من خلال العملية اللي عملها هاني في شغلة صارت ايام دورة الخريج السادسة في الامارات قبل مباراتنا ويمنتخب الاماراتي كلمتها بالليل وقلت لا احتمال انت بكرة راح تعطيني كرة باقول منها قول فقال لي شون قلت انا مرات احس في الاحصاص يعني ففعلا حصلت هالكرة وجاء منها الهدف الثاني اللي صار قربنا الامارات اتنين صفر اللي هي على حارس المرمى صلبوخ بنهاية كلامي اتمنى من الاخ عب العزيز ان لا يبتعد عن ملاعب وان النادي القادسية محتاج لك من خلال تواجده بالنادي ومن خلال توجيهاته تجاه اللاعبين الصغار فأتمنى لنا لا يبتعد واتمنى له حياة سعيدة عائلية وان شاء الله الله وهجه في يوم اعتزاله نتمنى من الجماهير انه تكون متواجدة ذاك اليوم لان مع الاسف جماهير الكويتية ما يحضرون المباريات الاعتزال فهذا يوم من ايام اللاعبين ما ينسى اليوم هذا فأتمنى يكون الجمهور متواجد علشان عبد العزيز الحسن وعلى شام نادي القادسية والمنتخب واللاعبين اللي راح يعتزلون يشوفون هالناس اللي يعيين الجماهير للنادي يوم اعتزاله عبد العزيز الحسن بيني حيلة العنبري ويشوت حلو العنبري الله الله يا العنبري الله يا العنبري كوني قاعد اقول حدثنا يا بيه الاخو ويا اخو سجل عبد العزيز العنبري هدفين لمنتخب الكويت الوطني ناشي الامارات في الدقيقة 18 ينجح عبد العزيز العنبري في تسجيل هدفنا الثاني كانت باصاتها سريعة وفعلا كانوا الحكام هم اللي يعني مو عارفين يعني تكون اوف سايد او او يعني مو اوف سايد فتحس ان كراته قاتلة بنفس الوقت تتوهق الحكام فيها فحصلت مباراتنا حنا وياهم وياناد القاتسية كان مؤيد عبد العزيز حسن مسك الكرة وكان مؤيد اوف سايد على الجناح اليمين فعلى طول عبد العزيز عطى مؤيد الكرة بينية فانفرد مؤيد الحداد وكان هو اللي اوف سايد ما كان عبد العزيز حسن كانت لعبة سريعة واللايمين ما كان شايفها فهذي بوقتها كانت اعتراضت على الحكام وعاللايمين نفس الوقت وما ادري يمكن المخرج اذا هو موجود هاللغطة عنده يذكر الجماهير اللي حضرت فيه ذاقي اليوم بالملاعب وخلونا نشوفها يسر لعبد العزيز العب عبد العزيز حسن مؤيد الحداد ينطلق فيها ويسجل مؤيد الحداد ان هدف الثالث لصالح الاسية اعتقد في سؤال يعني ممكن اسئلة عن نفس السؤال بس سئلة عشان اخوان مشاهدين سمعونا وكذا فانت تسئلك ناصر قالك انت ما حطيتلي لقب اكتر لعبين لقبتهم يعني وانا بعد اصف بجنب ناصر واقول بعد حتى انا ما لقبت ما اعطيتني لقب ما ادري عادي هل هو يمكن نسيان عدم تركيز شدي يعني هذا السؤال يعني ايه شوف عزيز ترى طريقة للقاب وحده التلعاب للقاب هذي يمكن اكتر من لاعب يمكن ما اطلقت هالي لقب هو طان مخصوص طبعا لكن بقول لك يمكن اخر لاعب اطلقت هالي لقب هو نصار وليد نصار لما سميته خليجي عشرة كان الربع اللاعبين يقولون نتمنى ان الحربان يسمي اسم وطعطوا انك هذا اسم ما لقيت اكو لاعب انا في رأيين لاعب شامل يعني يمكن انا اعتقد ان يا عزيز يا عزيز هذي اعتبرها لقب يا عزيز يمكن عدم الاستمرارية يعني او الاصابة العين اللي ياتيك الناس اللغان ترى لاحظ ايضا مكان مستمر دائما فماكو فرصة تي تعطي اللاعب فرصة للقب يعني هذي 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 مشكلة المعلق وذلك انت بشوف لو كل لاعب في الملعب اعطيه لقب ضاع قيمة اللقب فانا اعتقد عزيز هو هذا اللغب عايز يا عزيز وانا مردت يا عزوز اذكر واعتقد هذي هي من ضمن الاشياء اللي تمشي انا باطلق اللغب وبعض اللغاب تطلق ترى من المدرج يعني اكو اللغاب مثلا المخلص العنبري انا اطلقت عليه بجيت المدرج فيمكن في السبب الاساسي هو ترى عايز حسن يمكن ان استمر بعد اوج احسن استعداده واصل في الخمس سنوات اللي اصيب فيها كان اخد اكثر من اللقب سواء مني من الصحافة من الجمهور فهذه يمكن هي الاسباب ولكن غير مقصودة يعني لا لانت ولا لناص الغانم واعتقد انت تعتقد انت تعرف ان انا احب لعبك وساعات اقولك انا في شغلة مرة اقول اه عزيز اقول ولا شوية تو الناس يعني انا اشوف اللاعب ساعات يه يقول لك كثر ما احب اللاعب ما اقدر اعطي الا اللقب اللي يلقى حليا مثل ما اتهم شنين ايه برك لك سواء بش متهم هذا ايه وليه توصل لعزيز حسن عزيز عزيز بيلعبها اللاع اطلعت من الغيب بعد محطة فيصل الدخين اللهались الله هلا 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 ه so الا ايها وثالثا عزيز Arts هذا اللاعب الذي نعتبره فد لو لهذه الإصابة لكان له مساهمات كبيرة في تطوير الكرة الكويتية لكن للأسف الشديد أن هذا اللاعب نعتبره غير محظوظ وخسرنا لاعب مثل ما يقولون فلتة لا بصماتة لاعب يعني يلعب بالأقل قبل الرجل فقدان عبداليد حسن أثر على الكرة الكويتية قعدنا فترة ونحن نحتاج إلى لاعب لحل محلل هذا اللاعب في أفكاره ومستهمته في تطوير الكرة الكويتية مع الزملاء في الملعب التوفيق إن شاء الله نتمنى لنا هالنجاح في مرحلة المقبلة جمال بوحمد كرة في العرض حصلة فيصل الدخيل حصلة فيصل الدخيل حصلة حيز حسن حيز حزن عمي بصل الدخيل دخيل بشوت وتوعدد في شوت الدخيل والكرة الحقيقة في رابي أيضا نديش نفس الشيء كرة اللاعب في فو شوت الدخيل وتضرب الغام شوف الإعارش شوف 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 شلو المحل الدخيل حتى الدخيل يعني شايت على الطول شوف وفي الدقيقة أربعة تعالي أيضا في الدقيقة أربعة تعالي في شوت الثاني الدخيل إيه الدخيلة توني جاعد أقول إنه الغارسية والدخيلة للدخيل شوف راعة العيز حسن وعيز حسن لاعبها للدخيل والدخيل ياب شوف شوف والدخيل ياب هدف برامة مناسبة تزال لعب عيز حسن سيدني أن تكون أنا أول شيء حيات موفقة بعد الرياضة في نفس الوقت نتكلم عن هذا اللاعب اللي أعطي مجهود كبير سواء للاد الغادسية أو الكورة الكويتية لكن الإصابة منعت أن يكمل هذا المشوار وكاني كلاعب في خط وسط هذا اللاعب فيه شيء في هذه المناسبة أن نسجلها بعملية إحساسها بعملية نظرتها بعملية باصة إتقان باصة ونجد بعد المرات تسجل أهداف عن طريق هذا اللاعب وممكن باصة أو الكورة اللاعب تصير تقريبا 90% سبب الهدف فيه أشيارات من ناحية فنية نتكلم عن هذا اللاعب وكان بإمكانه يعطي أكثر خاصة بعد ما بدأ والناس عرفته وبدأ يأخذ مكانته في الأرض في المنعب وبينيت فنه سواء في باصة أو في تغزيلته وكذلك ظهوره كنجن لا شك أن هذا الإصابة منعت نجن من نجومنا هذه القادسية وكذلك أهم الكورة الكويتية حرمت من هذا اللاعب لأن بعض المرات تشعر بهذا اللاعب بإمكانه يعطي أكثر من أطاف السنوات اللي فاتت لكن هذه الرياضة الإصابة بعد المرات تحرم اللاعبين وبعد المرات تكون سبب ويقدر يتغلب عليها في الختام أتمنى أبو عز حسن حياة سعيدة إن شاء الله وأن يكون قريب من هذا المجال يخدم فيه سواء في نادة القادسية أو في أي مكان ثاني لأن ما زالت عندها العطاء ولكن لا شك الإصابة وهي يكون حقيقة فيها أنه يخاف فيها ولكن بإمكاني يؤديها بالتمرين ليعلم الجيل القادم ثمانيات الأن بالتوفيق يخاف عز حسن العمات خلص هي فول الدخيل حلوة حلوة عزيز حسن نمسى وحده وصل للدخيل لنسارة يسجل هدف الأولى ينتقل بالكيش الوطني والهدف الخامس في الدارة الدولي وصل للدخيل وصل للدخيل نمسى وصل للدخيل يقول لنا خلص خلص الدخيل يحفى في الزوية الصعبة فيه الدقيقة 3 ساعة فيه الدقيقة 3 ساعة الدخيل فيه الدقيقة 13 الدخيل فيه الدقيقة 13 الدخيل عزيز حسن أنا أعتبره من أسوأ اللاعبين حظا في الكويت وبالذات من لعب منتخب الكويت الوطني وده بسبب الإصابات الكثيرة اللي تعرض لها والمتلحقة واللي لم تعطيه أي فرصة لتقديم كم العطاء الكبير اللي كان يستطيع انه يقدمه للمنتخب ولناديه القادسية عب عزيز بدأ تقلقه من دورة كاس الخليج السادسة ولعب دور كبير جدا في تحقيق منتخب الكويت للفاوز بلقب هذه الدورة وتوقعنا منه الكثير جدا بعد كده لكن بدأت الإصابات تلحقه إصابة وراء أخرى وكلما توقعنا عودته للملاعب نفاجأ به يصاب من جديد ويبتعد وحاول الكثير حتى يرجع ليؤدي دوره مع المنتخب ومع ناديه لكن بكل أسف كل محاولاته لم تنجح لأن الإصابة كانت أقوى منه وكان في مقدوره أنه يفيد منتخب الكويت كتير جدا لأنه أنا بعتبره من أحرف اللاعبين اللي مروا على المنتخب في السنوات الأخيرة وهو صانع لعب من الطراز الأول ولم يكن ينقصه سوى إتقان مهارة التسديد ليكون لعبا كاملا وكل ما أستطيع قوله هو أني أتمنى لعب العزيز التوفيق في حياته بعد الآتزال إن شاء الله شكرا شكرا لغطر عيدا نباطي بالخطأ عبد العزيز الحسان لعبة حلوة ناحية محمد إبراهيم يا لأ محمد إبراهيم كرة معه وشوت حلوة لكن شوتها بعيدة على القول عود ضربة مرمى لصالح قطر غطسية واحد بدل غطسية تلعب وعبد العزيز حسن والعرضة تصد كرة عبد العزيز حسن كرة يحطها بعقل عبد العزيز حسن لعبة حلوة وتذكير سليم من عبد العزيز هذا عبد العزيز حسن حاط لكرة غوية على طول تد مرة ثانية من العرضة تطلع وضيع فرصة من عبد العزيز حسن للغاست أتكلم عن اللاعب عبد العزيز حسن وأنا من الناس اللي طبعا ما أنادي أو أتكلم في الملاعب في عبد العزيز حسن لا أقول بسعود حقيقة شيء حزب النفس وحنا في اللحظة هذه أن نستعد لتوديع هذا اللاعب أما أنا بالنسبة لي كلاعب حقيقة افتقدت جزء من حياتي الرياضية وهو اللاعب عبد العزيز حسن لأن عبد العزيز حسن هو اللي يكمل مؤيد داخل الملعب وخارج الملعب لأن تربطني فيه صداقة شخصية بعيدة عن الرياضة عبد العزيز حسن طبعا لها مواقفة كثيرة بالنسبة للرياضة عبد العزيز حسن قدم لنات القادسية وقدم للمنتخب أشياء كثيرة والحقيقة حنا بالفترة الحالية أنتم شايفين الأخوان الرياضية في الملعب ما راح الملعب تنجب لاعب مثل عبد العزيز حسن عبد العزيز حسن لاعب صانع العاب يطربك داخل الملعب يجذب المشاهد من خلال متابعته للمباريات فوق كل هذا فهو مخلص لهذه اللعبة أنا حقيقة حزب نفسي ابتعاد عبد العزيز حسن عن الملعب الخضراء وعبد العزيز حسن مثل ما تفضلنا لاعب نجم في لاعب عادي وفي لاعب نجم عبد العزيز حسن من لاعبين النجوم للي أنجبتهم الملعب أنا بالنسبة لي كلاعب داخل الملعب أتوقع أني أسجل هدف في أي لحظة في بداية المباراة في أثناء سير المباراة في آخر نهاية المباراة فالحقيقة كانني موقف أعتقد أن المباراة اللي لعبناها في دورة الخليج السادسة التي قيمت في أبوظبي وكانت مع المنتخب السعودي الشقيق حقيقة في الدقيقة 43 وكانت النتيجة 0-0 وهذه كانت المباراة هذه لو إحنا نفزنا على المنتخب السعودي الشقيق لتأهن لبطوة كاس الخليج فحقيقة لعب لكرة قاتلة حساسة يعني صعب جدا أي لاعب يقدر يلعب هذه الكرة وقدرتني يسجل هدف في دقيقة 43 وثالث المباراة وفزنا في هذه المباراة وحصلنا على كأس دورة الخليج واعتبرت لي هذا البطولة انطلاق لي لدورات الخليج في الحقيقة لعبت يا عيز حسن هو موسم 85-86 اعتبر لي أنا ولا عزيز نفسه أحسن موسم في الدوري على عهد المدرب الإنجليزي بوبي كامبل وفي الحقيقة لعبنا 22 مباراة بالدوري ولا نهزمنا أي مباراة وطبعا كل ثقة واني أقول كل مباراة نطلع نجوم أنا عيز حسن لأن عيز حسن فاهمني في الملعب شنو أنا أبي وأنا فاهم عزيز عزيز صانع العاب فبالفترة هذه اللي انقطع عبداليز حسن عن الملعب بالنسبة لي أنا كلاعب قلت أهدافي لأن عبداليز حسن هو اللي كان مني داخل الملعب عبداليز حسن حقيقة كان بإمكانه أنه يستمر في عطاءه داخل الملعب ولكن أنتوا يعارفون الإصابة اللي عينه هي اللي أبعدتها عن الملعب وبكل صراحة أقدر أقول الأهمال من بعض المسؤولين عن عبداليز حسن هو اللي خلى خلى الإصابة الضاعف أكثر وبتعد عن الملعب فعبداليز حسن طبعا إحنا لما نكون مشاركين في دورات الخليج حقيقة لاعبين في البلدان الثانية دائما يتسألون عبداليز حسن لأن عارفين عبداليز حسن شنو عارفين خطورة عبداليز حسن شنو في الملعب فالحقيقة أنا من كل قلبي أتمنى للأخ عبداليز حسن التوفيق في حياته الزوجية وحياته الرياضية وأني أكمل مشواره في الداخل المربع المستطيل سواء على مستوى الإشراف أو على مستوى التدريب فكل التوفيق للأخ أبو سعود وحقيقة أنا من الناس اللي دائما باهتمام عن كثير سؤال عن الاهتمام عن إصابة عبداليز حسن فأنا حقيقة يحز بنفسي أني أودع هذا اللاعب وهذا اللاعب لازم الآن ناشد الجماهير الرياضية في حضوره اليوم اعتزال لتكريمه لشخصه ولعطاءه ولإخلاصه لهذا المستوى اللي قدمه وما قدمه من تضحيات لنادية ولبلده وطبعا عبداليز حسن وصل إلى النجومية في إخلاصه وفي عطاءه لكرة القدم لأن كرة القدم في الوقت الحالي لازم الإنسان يحترم هذه الكرة لأن هذه الكرة هي اللي تصاعدك للنجومية ولكن انت شون تحافظ عن النجومية في العطاء وفي الاستمرارية توصل لعبدالعزيز حسن إلى خالد أول كملها خالد أيضا أرضية المؤيد وفرمع المؤيد لنشيء كرة خطرة ويلعب على خطار ح对 أدو أدو حياك الحداد حياك الحداد حي دقيقة أ4 إن شجد الأول أداب الخاص هذا من الله يتاوي وحادي الزجي النحال رزعت اليمين وشايت على طور الزاوي اليمين لس التهداف وعليس عبدالعزيز حسن يعتبر من اللاعبين المواهب النادرة الفذة اللي جادت فيها ملاعبنا علينا يشبه عبدالعزيز حسن الحقيقة إلى حد ويذكرني بلاعبنا الدولي السابق لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني نايف الجابر هذا اللاعب برز بسرعة الحقيقة وأمتع الناس بمواهبة واختفى أيضا بسرعة نتيجة الإصابة اللاعينة اللي أيضا حرمتنا من عبدالعزيز حسن مثل ظهوره بسرعة أيضا وبروزه بسرعة وأمتع الجماهير سواء جماهير نادية الغادسية أو جماهير لندية الأخرى بفنونة وأيضا هذه الإصابة الحقيقة حرمتنا من التمتع بأن يناصر عبدالعزيز حسن الطريق إلى بقية مشواره أعطى عبدالعزيز حسن هذا اللاعب الموهوب اللي حرمتنا من الإصابة ينتاز هذا اللاعب إلى جانب مستوى الفني الرائع إلى الحقيقة الأخلاق الرياضية العالية سواء داخل الملعب أو خارج الملعب فجمع عبدالعزيز حسن بين هالصفتين الحقيقة المستوى الفني الرائع الكبير والأخلاق الرياضية وهذا نادر جدا ما يتمتع فيه اللاعبين الحقيقة في مجال كرة القدم فهو أيضا يعتبر إلى جانب هذه الميزتين أفضل لاعب يصنع الفرص بتمريراته أنا أقدر أقول أن عبدالعزيز تمريراته ساحرة الحقيقة شلون يمرر الكرة للزملاء المهاجمين شلون عن طريق هذه التمريرات تأتي الأهداف الرائعة أيضا هذه ميزة أيضا ينفرد فيها عبدالعزيز حسن سواء في وجوده في النادي الغاتسية أو المنطقة الوطنية وأيضا إلى جانب ذلك أحرز عبدالعزيز حسن بعض الأهداف لكن نادرة مثل فن النادر في الملاعب فالحقيقة ما نقدر نقول إلا أن الإصابة حرمتنا من عبدالعزيز حسن بسرعة مثل ما ظهر وبرز وتألق بسرعة في الملاعب ويعتبر عبدالعزيز حسن أيضا بفن رائع أنه سبق عمره الزمني في الملاعب رغم صغير سنة إلى أنه كان يضاهي بمستوى أكبر النجوم الحقيقة وكنا نتمنى لو لا طبعا الإصابة مثل ما نقول بالمثل يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن هذه الإصابة اللعينة هي اللي حرمت عبدالعزيز حسن من جماهيره وحرمت أيضا الجماهير من فن عبدالعزيز كل ما نتمنى للاعبنا عبدالعزيز حسن بعد اعتزاله التوفيق إن شاء الله في حياته المقبلة حياته العملية إن شاء الله ونتمنى لإن شاء الله دوام التوفيق تنقطع وتوصل مرة ثانية وبيحصلها عزيز حسن للذاير الظاير ناجي تنقطع وتوصل ناحية لسار شرم العوبة بالعرض عطل قول الله قول 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 أجمان الطلياني أجمان الطلياني شورا لعزق عزيز حسن شوف 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 عزيز ها يعدي لعزق العرض وبيطلعها ها وصل إلى أجمان الطلياني أجمان الطلياني بيحصى هدف 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 فيه الدقيقة عشرين في الدقيقة عشرين في الدقيقة عشرين في الدقيقة عشرين حصلها متعب الظاير متعب الظاير حزيز حسن حزيز حسن قال الشريدة وحزيز حسن بيحتي كرة مع حزيز حسن يمر حزيز حسن كرة معها عزيز حسن وبشوف الله حزيز حسن ميفاجي فيها حارس المربا يطوح بيعطيها بيعطيها page has غير رأيها لمسها بريله ليصار شوف حطة بنزايا البعيدة قول على صلاح مرزود في الدقيقة الثانية في الدقيقة أثنين في الدقيقة أثنين حزيز حسن يسمع ويسجل هدف لوحده لوحده هو الوحدة هو الوحدة هو اللي صنعها هو اللي أخذها هو اللي مش فيها هو اللي قولها عزيز حسن بسم الله الرحمن الرحيم انتهز هذه الفرصة السعيدة وهي اعتزال اللاعب الفذ عبد العزيز حسن من الملاعب بالنسبة لي انا عصرت اللاعب عبد العزيز حسن من المكان شبل في نادي الغادسية فريغ الاشبار في نادي الغادسية ولكن اللفت نظري بعبد العزيز حسن وتأكد لي ان عبد العزيز حسن سوف يكون من احسن اللاعبين الموجودين في الكويت في ذاك الوقت عندما شاهدت في احد المباريات النهائية على بطولة عدها الاتحاد الكويتي لكرة الغدم لاختيار فريق للشباب وكانت هذه المباريات بين نادي القادسية ونادي الفعهي الرياضي وكنت اشاهد هذه المباريات فلفت نظري اللاعب رقم ستة واتضح لي بعد ان اللاعب رقم ستة هو عبد العزيز حسن فكان في ذاك الوقت رئيس نادي القادسية هو الشهيد المرحوم الشيخ فهد الأحمد الصباح فبعد انتهاء المباراة سألني عن مستوى اللاعبين او اللاعب اللي لفت نظري في هذه المباراة فغلت له اللاعب رقم ستة فهو الذي ابلغني بان اللاعب رقم ستة هو عبد العزيز حسن فجلت الشيخ فهد عليكم ان تهتموا بهذا اللاعب سيكون له مستقبل كبير وشأن كبير في مجال كرة الغدم وفعلا عبد العزيز حسن بعد هذه المباريات استمر في مواصلة التدريب والعطاء حتى وصل الى الفريق الاول بنادي القادسية بجهده وباستماعه الى النصائح الذي توجه له من قبل المسؤولين في النادي وعبد العزيز حسن لو حبيت ان اتطرق او اتكلم مع عبد العزيز حسن كلاعب فاعتقد ان يمكن معطي حقه واعتقد ان عبد العزيز حسن قني عن التعريف كلاعب والكل في الكويت وبالخليج وفي اعتقد الدول الاخرى شاهد عبد العزيز حسن ولا يختلف معي اي شخص ان عبد العزيز حسن ما كان من اللاعبين خاصة في منطقة الوسط بانه هو من افضل اللاعبين ولكن لسوء حظ نادي القادسية ان عبد العزيز حسن اصيب وهو في عز شبابه الاصابة الذي اعقته عن استمراره في تكملة رسالته في كرة الغدم وكانت خسارة كبيرة لنادي القادسية ولكن ان شاء الله ان نادي القادسية سيستفيد من خبرات عبد العزيز الحسن في مجالات اخرى وهي مجال التدريب او الادارة فبعد ما غرر اللاعب عبد العزيز حسن الاعتزال بصفتي كرئيس لنادي القادسية طلبت انه يستمر في المباريات او يستمر باللعب مع نادي القادسية بعد شفاءة من اصابته ولكن عبد العزيز حسن هو ادرى في حاله فضل الاعتزال في هذه الفترة مبررا بانه ابتعد عن الملاعب مدة تقريبا بالخمس سنوات عن الملاعب فاعتقد بانه كلاعب وغلي من اللاعبين الذي يعترف في هذا الموضوع فعند باني لاعب يمكن ما اعطي عطائي السابق ولكن ساترك الفرصة لمن حل محلي في نادي القادسية ان يستمر في هذا المكان فطلبت منه ان يزاول مهنة التدريب وكذلك طلب منه مدرب النادي الحالي لو ان عبد العزيز حسن ينظم معاه في سلك التدريب ولكن عبد العزيز في هذه الفترة ما كان عنده الاستعداد ووعد ان شاء الله في المستقبل افكر في هذا الموضوع وان شاء الله ملاحب تعد عن نادي القادسية وستولى احد المسئوليات اما اكون مشرفا او اكون مديرا او اكون مدربا فهذه امنيتي بان عبد العزيز حسن لا يتعد عن الملاعب فعبد العزيز حسن من اللاعبين الذي تنطبق عليه كافة المواصفات التدريب او الادارة لاخلاقه الرفيعة وعلاقته القوية مع اللاعبين ومع الكل في نادي القادسية عبد العزيز حسن لاعب من الصعب تعويضه في هذه الفترة القصيرة ونتأمن ان شاء الله من الله العلي القدير ان يوفق عبد العزيز في مجال التدريب في مجال التدريب وان يخرج لنا لاعب في مثل عبد العزيز حسن لو حبيت تكلمي عبد العزيز حسن مرة ثانية اقول اعجز عن ان يعطي عبد العزيز حسن حقه انا عاشرته من اول ما بدأ يلعب في نادي القادسية لاعب خلوق مخلص مطيع كافة التوجيهات لا يحب المدح بل يحب النقد دائما عندما تتحدث معاه عن اي مباراة يسألك عبد العزيز حسن عن الاخطاء التي ارتكبها اثناء المباريات وما هي الملاحظات التي ممكن ان يتحشاها في المباراة السابقة فهي تجدها شيء نادر عند اللاعبين الاخرين دائما في بعض اللاعبين يحتاج الى المدح والاخرة لو انتقدته ياخذ في خاطره انما عبد العزيز حسن لا عكس الشيء هذا بس العيب الوحيد في عبد العزيز حسن طبعا من وجهة نظري الشخصية انه يحب الاكل وايد وخاصة لما يكون الاكل بلاش في النهاية اتمنى لاخوي وصديقي وابن القاسية البار عبد العزيز حسن بالتوفيق في حالاته المستقبلية باذن الله يطولها جداهم يلعبها على طول ناجات الفيان سوصل إلى جمعة حبيب يحصلها حديث حسن سوصلها مرة ثانية وفي اللعب يحصلها يهجم الأخير مادي القارسية من العبا ناحية يمين حسيز لفترة شروم العبا بالعرض ومسيجها الله والله والله والغارسية راش نبجيق راش نبجيق والمتباع والمتباع والله يدخل على طول فترة 6 أربعين في الوقت الضائح في سجل الغارسية هدف فراء آخر هجمة كانت في الغارسية شوف عايز حسن شوف عزيز شوف راش نبجيق راش نبجيق اللي طالع طالوا في حطب البول في الوقت الضائح فراء دور هراش نبجيق هو الانقالسية فراءة اللعب فراءة رضية وشوف الله ويطلع عبدالرودو حباس بريلا من بطن القول اللعبة عايز حسن القادسية عايز حسن كرة معاو العب عايز حسن فراءة دخيل كرة معاو دخيل دخيل برض المبارد دخيل كرة معاو دخيل بي حصله مرة ثانية اللعبة في حرز الملعب لكن تواصل الكرة أقرب إلى عبدالرودو حباس بجانب تقريبا من ثلاثة الأخيرة من زمن الشوطة سالة المباراة وكرة اللعبة ناحية الملعب يحاول شوك تروح الكرة وين بره الملعب وكرة ملعوب العيجة حلوة القادسية ناحية الملعب حضر إلى فيها إنما فيصل الدخيل فيصل الدخيل وتروح الكرة وين بره الملعب بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد لما أتكلم عن عبدالعزيز حسن في يوم اعتزاله أعتقد الزملاء اللي سبقوني في الكلام وفوا الكثير بالنسبة حقه لكن أنا يمكن بقول شغلة مختلفة عن بقية الزملاء اللي تكلموا عنا والرياضيين في عام 1988 في قومة المعسكر التدريبي في البرتغال للمنتخب الوطني اتحاد كرة القدم اختار عبدالعزيز حسن لتهييته كلاعب ورفع روحه المعنوية رغم أنه كان مصاب في ذاك الوقت سافر معان عبدالعزيز حسن إلى البرتغال وكان يتدرب لكن بشكل مفرد وكان تجد عنده العزيمة أنه يرجع إلى رياضة مرة ثانية اللي عرفت طبعا في هذه السنة أو في هذا المعسكر بالذات أن دكتور محمد سالم في جلسة داخل معه في الملعب وعبدالعزيز يتمرن سألتها قلت له دكتور محمد تعتقل عبدالعزيز راح يرجع للملاعب فقال دكتور محمد سالم عبدالعزيز حسن لا يمكن أن يرجع إلى الملاعب مرة ثانية وإنما راح يرجع يمارس حياة الطبيعية حتى لو أجرى عملية طبعا لقربي من عبدالعزيز حسن ما أقصد كلاعب يمكن كصديق ما تكلمت في هذا الموضوع بالنسبة حقه وأصره أيضا في بارتغال موجودين أنه يسافر إلى ألمانيا لزيادة التأكيد أنه يرجع للملاعب من جديد وكان نفس الكلام ما في اختلاف كثير لدكتور الألماني اللي قابله أنه رجعته للملاعب بالنسبة قليلة جدا وأعتقد الملاعب الكويتية خسارة عبدالعزيز حسن مبتر خاصة الإصابة لما انتبعد لاعب وهو في عز عطاءه موقفي كبر سنه لكن أثر كثير على نادر قادسي والمنتخب الوطني لشأن اللاعب هو هو عملة نادرة ما يظهر لاعب في يوم وليلة وأبدالعزيز حسن أعتقد قدم الشيء الكثير للكرة الكويتية ولعن الله الإصابة اللي بعدها مبتر عن ملاعب لكن نتمنى إن شاء الله حياة طبيعية كإنسان عادي يخدم الرياضة في أي مجال شكرا الصلاة الشريدة وعادي العباس أيضا يتقدم تصل إلى عبدالعزيز حسن لعبها صلاح حلوة حلوة يا صلاح الهدف الثاني الهدف الثاني المنتهب الكويت كرة منفوعة من عبدالعزيز حسن ناحية اليمين عربية إلى صلاح اللي يلعبها قوية براسها مسجل الهدف الثاني في الدقيقة عشرة هذي عادة هذي عادة في البطيئة عبدالعزيز حسن يلعب لكرة في المصطرة إلى صلاح الحساوي براسها على طول من جدام دفاع النبال صلاح الحساوي سجل الهدف الثاني الكويت اثنين النباية صلاح الحساوي الهدف الثاني في الدقيقة عشرة من عبدالعزيز حسن كرة حلوة ملعوبة ومرسوبة في المصطرة من عبدالعزيز حسن إلى صلاح الحساوي عادل عباس عرغية ناحية عبدالعزيز حسن حسن يهيئها إلى صلاح الحساوي صلاح الحساوي صلاح الحساوي داخل المرمى الهدف الرابع صلاح الحساوي يحط لكرة حلوة على طول براسها ناحية الشباة كرة مرفوعة شايف هذي عادة هذي عادة هذي عادة في البطيئ كرة مرفوعة من الشريدة صلاح الحساوي من جدام دفاع النبال المتذرج صلاح الحساوي يسجل عزيز حسن عزيز حسن اللي رافق إلى صلاح يسجل الهدف الرابع لمنتخب الكويت العبه عرضية لعبدالعزيز حسن عبدالعزيز حسن عبدالعزيز حسن ماشي تلاذي الوسط ماشي بالكرة تدام الله تدام الله تطول الكرة تطول الكرة من عبدالعزيز حسن ومجهود فردي حلو يلعبه مع فيصل الدخيل عقبه مره من ثلاثة لاعبين يمررها الفصل اللي صليحها بمكاسلهم لاك تطول منا بالأكيد بمناسبة حزان اللاعب عبدالعزيز حسن سرنا نقول كلمتي البسيطة الصغيرة هذه عن اللاعب الخلوق عبدالعزيز حسن عبدالعزيز حسن حل عندنا في طنات الغاسية لما لاعب مشكلة تصانع الألعاب بعد ما افتقدنا فاروق وحمد وحمد بالفعل ثمانة فترة ما عندنا صال على الاب حق الهجوم جاء عبدالعزيز حسن بمكانياته الكبيرة وفنياته سهل لنا مهمة تسجيل الهداف وأعتقد عبدالعزيز حسن يعني اللاعب فذ ومميز جدا في حرفنته ولعبه في كرق الغدم بضافة لها كله خلقه بالملعب وتعاونه مع زملائه إضافة للشيء يعني كان عبدالعزيز حسن أيضا مميز فيه هو يسمح كلام اللاعبين اللي ينصحونا وكان دائما تقبل نصائح والإرشاد من اللاعبين اللي يكبر منه سنن واللي يكبر منه بملاعب يعني أنا واحد من الناس لما أشوف عبدالعزيز حسن في النص أرتاح أشوف أن الكرة تصني على القول وموفل لكل شيء يعني قطلك الكرة يقوله قول بس عزيز لاعب ممتاز يعني كصانع الألعاب أيضا كان ينقصه شوي بقوة تزديد على القول ولكن ما هذا كان يجيبه هداف فوقت الضيج عزيز حسن أتمنى طبعا كل توفيق في حياته ولو إنما أخذ فرصته كافية في الملاعب إصابته أعجلت فيه ولكن أعتقد ترك بصمات كبيرة في الملاعب الرياضية والكل يذكرها لها وأنا واحد من الناس أشهد له بالكفاء والقدرة في اللعب والجد الكبير وصل اللعب مميز وفريد من نوعه في ملاعب الرياضية لضافة لأنه يعني هو بالفعل يقدر هو بالكرة بريد حرك الجماهير كلها بفنياته وحمس الجماهير وكان جمهور وايد يعني يندمج وينسجم مع عزيز حسن عموما كثة خير للفترة اللي قضى ولو إنه يعني ما أخذ حقه كافي لسبب الإصابة ولكن بصماته أنا أقولها ما أنا واضحة والكل يشهد له فيها وأتمنى لك التوفيق في حياته الدفاع قويلة جدامي لعبها طرد زعب العزيز حسن قويلة جدامي وهذا مرتد البريق القادسية ضربة الملح ضربة الملحب حارس المرمى طالع بره وينقزها محمد إبراهيم فوقه لكنه تطلع من فوقهم بره شوف شوف لحبها وين بره الملحب قرصة حلوة وسليمة للقادسية هجمة مرتدة قانت لكن بره تلعب رمية التماص المؤيد الحداد حداده كرة عرضية توصل لجمالي أبعدها من جدانه توصل عبي عزيز حسن شايت عبي عزيز وينطيري رجلة كرة خاطرة سينقز وصل إلى محمد شرم كرم يلعبها لعبد العزيز حسن حزن كرة معه يلعبها عضو الكرم كرم هو القول كرم هو القول هو القول وبشوت الله كرم يلعبها فشوت شايت كرم يلعبها عبدالعزيز حسن عبدالعزيز الى العنبري خلو الغسية الحقيقة في الشوك الدقائق تقريبا بالعشر الاخيرة يضغط اكثر وَبـَايد "'الحدضّ Fantastic selecting voilàںide عزيز حسن عزيز يعد فيصل عيدي وكرة ماء عيز حسن وعزيز حسن يعد عيز حسن كرة ماء مرة تاثة والربعة والخمسة كرة بالملعب العباة يبعد الدفاع مشاره يتوصل وكرة ملعوبة وعزيز حسن يسمع لتورة حلوة توصل عارف مانا بيأخذها عايز حسن يبدل مجهود بردي مجهود بردي عزيز حسن لهذه المنافسات وهذه خطوة ايجابية نحو تقدم الرياضة المنية تتلعب الكرة مع عداد العزيز الأمري عبد العزيز يداخل أقوى 11 كل هذا الرياض العزيز يداخل اللعب يحصل لعب العزيز حسن العزيز الكرة معاه يلعب عرضي ناحية حامد الصالح وغادسيها أفضل تلعب توصل الصالح شايت أوليدي الجاسم وليد كرة معاه يلعب حضور إلى عزيز يحيز لعبها طوطر اللعب عزيز طبعا تصفيات لوس أنجلوس دورة الأولمبية كرة في النطر لعب نطر لعبها حيطول إلى بلوشي بلوشي شوت 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 بلوشي إلى ثمانية شاكر سلامه يقطعها مننا عبد العزيز الحسن هجمى لصالح الفريق الكويتي ناحية الشمال تلعب كرة حلوة إلى الغانم وتركها لكن حصلها المدافع الشيخ أذوان الشيخ تروح منا يا قذى علي الحسن حفل بلعبها على طول توصول خييد الحديد هو القول إلى عدنان تروح منا يا قذى عبد العزيز حسن يطول فيصل الدخيل وكرة خطرها والدخيل شايد غير توصل إلى سليم يصير يحاول يلعبها لجاسم محمد يقطعها عبد العزيز حسن يطولها جدها محمد إبراهيم وكرة خطرها خطرها كانت على مرمى اليرموك توصل الى عبدالعزيز حسن اللعب والحداد اقرب لها خالد الشريدة يلعبها خالد العبدالعزيز حسن حسن الى نعيمه نعيمه عبول في النص الدخين عزيز حسن عزيز يلعبها لحمد الصالح كور كور حمد الصالح بحفة صورة بيعلم عنها انه في الهدف في دقيقة 12 زمن شوف شوف لعبة بينية من عزيز لحمد الصالح سويد شورة معه سويد لعبها على سويد توصل شورة ناحية الهاجري هاي شورة معه بالنمه العز عزان شوت عزيز شوت عزيز شوت شورة حلوة 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 لعبة متعب الزايد مويد الحداد الى عزيز حسن بيعليها عزيز عزيز بيعليها حسن بجر بول 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 محمد ابرهي محمد ابرهي بإستاذ لكور مويد الحداد بيعليها الى محمد ابرهي بول بالدقيقة 34 محمد ابرهي بعد ملعب عليز حسن ناحية محمد ابرهي بحوطة 34 جول شوف محمد ابرهي بحوطة مباشرة محمد ابرهي موجب الغتاوي شوف عزيز حسن عزيز يعطيها على الملة يرسمها بورقة مصطر القلب يكسبها محمد ابرهي هدف هدف موسيقى 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 عليك الله يا العاشق على قسوة البين رافعت الشياجر روحن فوق دون السيف هو القاك عابر مثل الضبا رقيقات الحضور الظواهر لا تناكون معهم في سمر حين يضوين عليك الله موسيقى موسيقى غابعات الشياجر روحن فوق جون السيف ولقاك عابر مثل الضبا رقيقات الحضور الظواهر لا تناكون معهم في سمر حين يضوين عليك الله يا العاشق على قسوة البين يا لديك المناظر موسيقى موسيقى عناك الله عاشق على قسوة البين كامل ذا القلب صابر صبره دايما بالصبر والصبر ظاهر عبر الليل ما بين المراوح زاهر يا حبايب خسارة بين أنتم وانا فين عناك الله يا العاشق على قسوة البين يا لديك المناظر منظر الغيد اللي يرتاح لكم لخاطر روح العاشق يشعر نرقيق إن games يفرح لنين دين كلبه لا لغدSE لذن عليك الله تعالى عاشق الكون يا لديك المناظر منظر الغيد اللي يرتاح لكم لخاطر روح العاشق للشاعر لطيف المشاعر يفرح الزين قلبي لا نظرت إلى سين عانك الله العاشق على قسمة البين وعانك الله العاشق على قسمة البين وعانك الله العاشق على قسمة البين وعانك الله العاشق على قسمة البين عزيز حسن ما تساوي اخلاف نادر له وزن يا عزيز عرفناك ما تساوي فنان بالفن من فتن يا عزيز عرفنك إي والله اعرفنك ما تساوي اخلاف نادر له وزن يا عزيز شپنا بنك بالملع عشنا ويكي المصار شدنا فنك بالملاع عشنوية في المصار بالفعل حقيقة لعن ما تساوي في وما قد ساوي غالي الثمن عرفناك يا عزيز يا بعهود يا عزيز يا عزيز